انا عام النور من ولاية خرب دارفور الجنينة صحفية ومؤسس ومدير منظمة نساء التخيير تجربتي في الحرب هي تجربة جديمة متجددة يعني انا واحدة من دهاية النزاع في دارفور هموما في طفولتنا لما بيحكوا لنا عن الحروبات او لما بنجدنا في المدرسة كان دايما في امثلة للحروبات الجديمة في دارفور لكن لما تشوف الحرب هناك الحاجة بتكون مختلفة تماما يعني انا كنت شغالة كصحفية في المنطقة بتاعت نزاع وكنا بننقل احداث الحروبات في الولاية وفي شتى مناطق المختلفة لما حضرت احداث كريندينغ الاولى يمكن يكون برضو كان الحرب اثر فيني بشكل ما طبيعي لانه يعني بذكر من بدل ما انا امشي كصحفية اخطي اخطي منطقة بتاعت نزاع مثلا تصوير اعمل فيديوهات او اعمل تقارير او كده فمشيت وانا ببكي يعني بذكر بعد بعد مشيت اه وشفت الصورة دي بقى الصورة كانت حزينة شريط الاطفال ديل كانوا في مدرسة السلاحدين اللي هي مدرسة مدرسة تحت بنين في حي التضامن بعد ما تم حرق المدرسة دي هي مركز تحت ايواء للنازهين اه تم حرق المدرسة بالكامل فالشاب عدي قاعدوا ماسكة راسة وبيتها يتحرك ووالدتها يتكتلت برضو فقدت فيما يقارب ثلاثتاشر شخص من الاسرة من بينهم اخو الشقيقي تقربة الاختطاب بتاعتي برضو كان يعني حاجة اثرت فيني الشديد لانه اول مرة زمان بقول انه انا اتمنى ما اشوف الناس اللي يقتلوا الملايش اللي يقتلوا وكده ما اتمنى ما اشوفهم قدامي فالمرة دي انا شوفتهم قدامي يعني دي مرضو حاجة كانت صدمة كبيرة جدا فما كنت متخيل انه انا فيهم من الايام اطلع من الجنينة في الحرب الاخير دي طلعت من الاختطاف من مرحلة الاختطاف دي وابتغسط خرار انه انا اطلع من الجنينة باي شكل من اشكال كان برضو كان غلال صعب شديد لانه انا اعرف انه انا لو طلعت اه ممكن يكون يعني صعب ارجع اه المهم طلعت بالتحريب لحد ما وصلت اه الحدود التشادية فوصلتها ادري وليأت بما تقوله لكن برضو الحنين لسه مرتبط بنفس البيت الاتحرك قعدت فكرت في انه ممكن تكون في مؤسسة مؤسسة تكون يعني نفعك للنساء في انه هم ذاته يجوا يقولوا تجاربهم كان عندنا اه جزء كامل اسمه حكاوي النساء حكاوي النساء دي اه في بنات يعني بنجي نقاط في جلسة امنة بنحكي كلنا بنحكي بنفرخ الطاقة الاجوانة لكن اه ما حدث في هذه الخرفة يكون قاعد في الخرفة دي ما مفروض تطلق دور المؤسسة كان رصد توسيق الانتحاكات تحت النساء المنتحقات حقوقه يعني زولة زولة تم انتحاكة ما هنقدر نكتلها حقا لكن نقدر مثلا نساعد بالمناصرة نقدر نساعد بانه الدعم النفسي اه وبرضو في الدعم الخانوني المفروض في قضايا بتصل للمحاكم يعني فقدت شغليك كمديرة منظمة فقدت شغليك مثلا الصحة في فيه مكان ممكن نشتغل لكن برضو الان احنا في البيل المصادر لانه قرد الشبكة قاطعة من زمان انا كان عندي حوس من زمان تمانا انا اذهب لكي اجراهات اعمليه في كنبالا تراينينج عموما تمام على مختلفة ادارة مشاريع اعلام وكده الحمد الله احسي انا تمام تمام خالص بالرغم انه مرات مرات لسا يا مام grandi يعني بتخلى لكن برضو انا احسي حاليا حسب نفسي خالص هذا احنا قابلت طبيب نفسي انا كوية اطلن انه انا في الحرب كوية يعني أنا في جينا وأنا معتغليني أنا كنت قوي شديد أتمنى أن الحرب يقف والناس بقدر الإمكان ترجع